اهلا بكم الى هذا الموجز اكد ممثل جبهة البوليساريو لدى اوروبا والاتحاد الاوروبي وببشرية البشيرة الخميس ان القرار التاريخي الاخير للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب يكرس نقلة نوعية في تأكيد الطابعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية واكد ان الخطوة القادمة في المعركة القانونية هي تطبيق هذه القرارات سواء الافريقية او الاوروبية لمحاصرة الاحتلال بقوة القانون كشف والي بنكو المغرب عبداللطيف الجواهري ان بلده مدرج ضمن القائمة الرمادية لصندوق النقد الدولي بسبب تبيض الاموال ودعم الجماعات الارهابية ما حال دون قبول طلبه بالحصول على قرض مالي كشف تقرير لمفوذية حقوق الانسان الاممية ان النظام المغربي يرتكب جرائم تضييق وتهجير واختطاف ضد نشطاء صحراويين في الجزء المحتل من الاراضي الصحراوية واضاف ان الجرائم امتدت الى قرصنة هواتف واجهزة المعتقلين السياسيين وعائلتهم اكد السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز ابو عيطة ان القمة العربية بالجزائر ستكون اكبر تظاهرة سياسية والدولية لصالح القضية الفلسطينية مشيدا بالدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية ومساعيها الحتيثة للمشمل الفصائل الفلسطينية استقبل وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة وزير الفلاحات لجمهورية روسيا ديمتري باتروشاف الذي ترأس الوفد الروسي المشارك في الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية واشد الطرفان خلال اللقاء بالمخرجات الهاملة توجد اشغال اللجنة الثنائية المختلطة حيث اكد لعمامرة ان النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الارادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا من جنبه اعرب الوزير الروسي عن مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الخميس نائب وزير الشؤون الخارجية لمملكة تايلندا اصار باكيدي خلال زيارته الى الجزائر وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين رئيس الدبلوماسية الجزائرية اشاد باهمية هذا الاتفاق الذي يعزز الاطار القانوني للعلاقات بين الجزائر وطايلندا نائب وزير الخارجية التايلندي ثمن من جانبه المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الدول الغربية تحاول اثارة الصراعات وتأجيج النزاعات في رابطة الدول المستقلة واتهم الغرب بزعزعة استقرار الدول مبشرا بنظام عالمي جديد في طور التشكل وخلال اجتماع مع ممثل اجهزة امن واستخبارات رابطة الدول المستقلة قال بوتين ان الغرب على اهبة الاستعداد لاطارة طورات ملونة وحمام دم في اي بلد انتهى هذا الموجز شكرا لكم تبقى روابط القناة الالكترونية في الخدمة الى اللقاء